السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم متابعي للقرام ومتابعي القناة من الآخر الخلاصة لأول مرة الزر في القناة رات تشترك في القناة بداخل الزر الأحمر أسهل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو السبسكرايب اعمل لك للفيديو وفعل زر الجرس لأسلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متابعي للقرام خلنا نتكلم عن نتائج مباريات الجولة السادسة من الدور الإماراتي دور الخارج العرب الإماراتي بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 21-11-2020 وانتهاء الجولة السادسة النتائج الجولة البدأت يوم الجمعة 21-11-2020 اتحاد كلبق فاز على بنياس 2-0 العين فاز على الوصل الإماراتي 2-1 والفجيرة فاز على حتى 1-0 والشاركة فاز على النصر 2-1 اليوم السبت 21-11 الزفرة فاز على خرفكان 2-0 الوحدة فاز على عجمان 3-0 والجزيرة فاز على شباب أهل دبي تلاقي خمسة ثلاثة سنتعرف على ترتيب فرقة دور الإماراتي وترتيب الهدفين بعد انتهاء الجولة السادسة بالنسبة لترتيب فرقة دور الإماراتي بعد انتهاء الجولة السادسة الشاركة في الصدارة في المركز الأول برصيد 18 نقطة الوحدة يأتي في المركز الثاني ب13 نقطة النصر في المركز الثالث ب13 نقطة أيضا الجزيرة في المركز الرابع ب11 نقطة العين في المركز الخامس ب11 نقطة بنياس في المركز الثالث بعشر نقاط الزفرة في المركز السابع بعشر نقاط شابه لدبي المركز السامن بتسع نقاط التحاد كلبق في المركز التاسع بتسع نقاط الوصل في المركز العشر بستة نقاط الفجرة في المركز الحدي عشر باربع نقاط عجمان في المركز الثاني عشر بنقطتين خرفكان في المركز الثالث عشر بنقطة وحتى في المركز الرابع عشر والاخير بنقطة ايضا بالنسبة لترتيب الهدفين عندنا في صدر الترتيب الهدفين للدور الإماراتي دور الخارج العرب الإماراتي بعد ان تل جول السادسة إغور كورونادو لاعب الشارقة في مركز الأول بسبعة أهداف ومعه إغور داكروز لاعب شباب أهل دبي وفي مركز ثاني ويلتون سوريز لاعب الشارقة بستة أهداف واجواه بدرو لاعب بنياس في مركز الثالث بخمسة أهداف في تساوى معه تايم متفاج لعب الوحدة في المركز الرابع علي أحمد مبخوت لاعب الجزيرة بأربع أهداف يتساوى معه لابا كوتجو فودو لعب العين وفابيو ديليما لعب الوصل واسبستيان تيجالي يأتي في المركز الخامس لعب النصر بثلاثة أهداف ومعه توزي لعب النصر ودينيلسون لعب الزفرة واسماعيل مطر لعب الوحدة وميخايل روشوفيل لعب الزفرة وياسين البخيت لعب الزفرة أيضا اللعب جيمنيز أو غيمنيز لعب بنياس وفي المركز السادس جونيور فرنانديز لعب اتحاد كلباء بهدفين تبعي القرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة قدمنا لكم ترتيب فرقة دور الإماراتي وترتيب الهدفين ونتائج المباريات بالنسبة لجولة السادسة بعد الانتهاء اليوم السبت 21-11-2020 اشترك في القناة اعمل لايك الفيديو وفعل زر جرس رسل لكل جديد نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم برحمة الله وبركاته اشترك في القناة